عن الكلام اللي حقوله ده لكن معظم الأحداث بتحصل فعلا وبداية الحلقة بتبدأ بكمال بيشتغل في المحل بتاعه علشان خاطر يبدأ ان هو يشتغل وبيفكر في كلام أبوه اللي بيقوله انك مش هتبقى فالح ولا هتنجح غير معايا الرواية ده وسهير ويبلقيس بيسمعوا الخبر بانفجار وحريقة حصلت في المصنع بتاع عدنان من لاي عدنان موجود معايلته وبتكلمه عن اللي حصل فيه المصنع والانفجار والحريق وكمال بيتكلموا عن التأمين والعمال اللي تم يعني جرحهم وبعض الناس برضو في حالة خطرة وفي عامل في حالة خطرة جدا كمال بعد كده بيروح يتكلم مع رواية ده وهناد بيشوف يعني ان هما مستغربين شوية ومصدومين ولما بيسألهم بيعرف منهم موضوع حريقة مصنع أبوه وفريدة بتعرف بالحريق من خلال الجرائد وتبقى متضايق جدا لما بتعرف ان في حاجة زي دي حصلت لهم رغم كل اللي عملوا فيها كمال بيروحوا بيواسع عيلته وبيقف جنبهم وعدنان لما بيشوفوا مش بيرضى يكلموا بيشوف هند هناك مش بيرضى أبدا يتكلم معاها بيلمة فريدة الآن على جمال ممكن تكون حالته إيه دلوقتي ومتشوف بعد كده مديحة بتتكلم مع عدنان علشان يصالح كمال رغم ان الموضوع مش وقته بس برضو قد طلع الموضوع ده عدنان بيتكلم مع سيف على الحريقة والقسائر اللي حصلت ولازم الصحافة ما تعرفش وطبعا الموضوع هيبقى كبير جدا والعامل حياته في خطر ولو حصل له حاجة أو مات يعني ممكن يدخل السجن أو يتجازه ويتعاقب بينما موسان بيروح يتكلم مع كمال بقصوص الحريق اللي حصل وطبعا كمال ما كانش بيتكلم معاه زي الأول وبتلاحظ أم روايدة ان بينهم شوية زعل بتتصل فريدة بسعاد علشان تطمن على الأخبار بتاعد عدنان وعيدته لكن سمر بتدخل مرة واحدة على المطبخ لسعاد وبتترى ان هي تقفل وفريدة لما بتسمع صوت سمر موجود في البيت بتتدايق طبعا وبتغير ولقى ان سيف بيتكلم مع زوجته وكانوا زعلانين بخصوص موضوع سهيل وبعد كده بيسيبها وبيمشي علشان يشوف المصيبة اللي عدنان فيها وبتولع على حاجة عن نار وبتنام بينما بلاقي فريدة بتفكر في كلام سهيل وان سمر هي اللي عملت كل ده علشان تبعتها عن حياة جمال وانهم لازم ينتقموا من جمال وعدنان وكمان سمر وبنشوف بعد كده سهيل بيقول وبيعترف قدام سمر ان هو اللي عمل الحريقة دي وطبعا كان منتفق مع حده وده الفلوس علشان قاطر يعمل الحريقة دي وقال لان هو عمل كده زي ما حرق عائلتها وانه راوي ينتقم ومش حيسكوت ولما تدايقت وزعلت قال لها ايه خلاص بقيت من عائلتهم حبتيه فعلا وبسوط انك هتتجاوزي اوعي تنسي موضوع الانتقام اللي انت اصلا دخل البيته علشانه لكنها كانت مندايقة جدا من سهيل وتصرفاته بينما ام روايدة بتتكلم معاها ايه اللي حصل بين كمال وسام قالت مفيش حاجة وبتتفاجئ ان امها عملت لها فستان فرح علشان خاطر تفاجئها بي وكانت مبسوطة جدا اما بعد كده فمنشوف عدنان وزوجته بيروح علشان يدعمه زوجة الراجل الراجل اللي المفروض في حالة خطيرة وممكن يموت في اي وقت فلازم يروح ويقاف جنبه ومنشوف بعد كده ان بتيجي سهير وبتفتح الباب المفتاح بتاعها وكمان المفروض ان كانت مولاها على حاجة وكان فيه ريحة غاز قوية في البيت فبتنقذها وبتنقذ حياتها وهند بتتكلم معه سام بخصوص موضوع كمان اللي بقول ان هو زهق منها ومن ألعبها ومش عايز يكمل تاني معاها عدنان وصمر ومديحة وجمال بيروحوا المستشفى علشان يوقفوا جنب زوجة الراجل اللي حياته في خطر في المصنع وصمر بتوقف جنب البيت وبتفكر في نفسها لما كانت صغيرة ولما حصلت الحريقة وقد ايه كانت هي واختها مروا بحالة نفسية وحشة جدا بيروح بعد كده واحد علشان يتكلم مع فريدة وكان بينه وبين سهير الشغل والمفروض ان هو يقعد ويستناه هنا وحيبقى بينه الشغل لكن فريدة ما كانتش مرتاحة أبدا لنظراته كمان بيروح علشان يشوف روايدة وهند كانت بتبص عليها وهي لابسة الفستان من الشباك وكانت متضايق أو بتعيط وأول كمان ما بيشوف روايدة بالفستان بيبقى فرحان جدا وبيقول لها انه خلاص حيتجوزها خلال أيام وبيبقى مبسوط وسعيد وعدنان بيتطمن على حالة الراجل العامل اللي حالته في خطر وطبعا لو حصل له حاجة هو حيتجازة فبيقول للأطباء انهما يخضوا لهم منه ويه لو استدها حتى سفر ممكن يعمل أي حاجة علشان يبقى كويس بينهم الله بعد كده سيف بيعتذر لسهير على اللي حصل لانه كان بيعملها معاملة وحشة جدا وبيقول لها شكرا لاني كان قصتي حياة وفاء لانها كان ممكن يحصل لها أي حاجة فبتقول ما عملتش أي حاجة وطبعا كان لازم أعمل كده وانا لازم أمشي لكن بينادي عليها بقول لها عودي انا كلمتك بطريقة وحشة اخر مرة لكن انا ببعتذر وان وفاء عايزك معاها وانا بقول لك ان انت لازم تفضلي قاعدة جنبها وتفضلي معاها زي ما هي عايزة ومديحة بتتكلم معاها الست وبيدولها بعض الأكل وبيقول لها ان شاء الله هتبقى كويسة وفريدة بتحاول تتصل بالبيت عند عدنان لكن مفيش رد علشان كده تاخد بعضه وبتمشي على طول علشان تشوف ايه اللي هم وصلوا لي واكيد مفيش حد في البيت في حول التنية تروح علشان تسرق القلادة بتاعة سمر اللي كانت سرقاها منها قبل كده ومتشوف بعد كده فريدة طبعا ما مش بتلاقي حد في البيت وبتفتح البيت وبتدخل وكمان مبسوط جدا وخلاص هيتجوز روايدة وهنت بتوقف تاكسي بتاع وسامو بتقول له وصلني في اي مكان من مش قادرة قعد هنا لكن لما قالها ما ليش دعو بيكي انزلي اخدت التاكسي ومشت ويه ثابته فضل ينادي عليها وطبعا ما فيش اي رد وما يعرفش راحت فين المجنونة دي بالتاكسي وبنشوف بعد كده ان هي بيشوفوها بعض الناس البرطقية وبيبقوا عايزين يسرقوها وطبعا بتحاول انها تستنجد بكمال وتتصل بي لكن مش بيرد عليها ولا طيقها اصلي ومنشوف بعد كده فريدة موجودة جوه قوضة سمر وبتروح وبتاخد القلادة وبتقول ان هي لازم بتثبت قدام جمال ان هي مظلومة وان سمر هي اللي عملت كل حاجة وان لازم يصدقها لكن مرة واحدة بتسمع حد جه على الباب وبتصدم وبتخلص الحلقة على كده دي كانت تسريبات للاحداث اللي ممكن تحصل في الحلقة رقم 56 من مسلسل حيرة ويا رب الفيديو يكون عجبكو واشوفكو في فيديوهات كتير من مسلسل مقاطع مميزة حبكم كل شي هواية ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعلي قرص عشان يوصلكو كل ايدين باي باي